تعالوا أراجع مع حضراتكم من أول موسم 2018-2019 الأهلي صرف إيه؟ والزمالك صرف إيه؟ ده موسم 2018-2019 يعني الزمالك صرف في موسم 2018-2019 109 مليون جنيه على الصفقات بتاعته وهنا بتكلم على يعني إيه؟ قيمة الانتقالات مش العقود بتاعت اللعيبة قيمة الانتقالات الزمالك في موسم 2018-2019 اشترع ماد السعيد من أمبي بتلاتة مليون جنيه اللي عمل الصفقة محمد شيحة الوكيل اللي كان في الصفقة محمد شيحة عمر السعيد من ودي دجلة بسبعة مليون جنيه اللي عمل الصفقة أمير المراكبي بقى مجدي من الإسماعيلي بسبعة مليون جنيه اللي عمل الصفقة محمد شيحة إبراهيم حسن من الإسماعيلي بخمستاشر مليون جنيه اللي عمل الصفقة محمد شيحة محمد عبد السلام من بيترو جت بستة مليون جنيه اللي عمل الصفقة أحمد يحيا محمد حسن من ودي دجلة بعشرة مليون جنيه آه أنا كنت جايب محمد يحيا ده من بلدية المحلة الوادي دجلة محمد حسن أنا آسف محمد مش محمد يحيا محمد يحيا ما جبته جبته بتلاتة جنيه محمد حسن أنا كنت جايب لعب الإسماعيني دلوقتي أنا كنت جايبه الوادي دجلة من بلدية المحلة أنا رحت يعني جبته سافرنا المحلة جبته بنفسي كان من 500 ألف جنيه ودي دجلة إن شاء الله باعه للزمالك بعشرة مليون جنيه وكيل اللعيب كان أمير الملكبي فرجاني ساسي النصر السعودي free agent محمد عوند هو الوكيل طبعا free agent هنا لي يا جماعة لأن كان يعني متبرع بالصفقة على حد معلوماتي أو على حسب معلوماتي المصشر تركي قال الشيخ هنا في موضوع فرجاني فمهند عوند كان هو الوكيل طبعا الوكيل التونسي حميد أحداد الدفاع الجديد المغربي محمد العاصي هو اللي عمل الصفقة محمد العاصي ده واحد من الرجال يعني المحترمين دلوقتي في الإدارة الرياضية في أوروبا الفوتبول داريكتور أو السبورت داريكتور بتاع نادي المرية 26 مليون جنيه أحمد سيد زيزو الصفقة اللي بتعتبر الأعظم في السنوات الأخيرة في تاريخ الزمالك الأعظم مش عشان قيمة اللاعب وما حققه اللاعب فقط مع النادي ولكن بسبب أن الرجل ب4 مليون جنيه 4 مليون جنيه بس صفقة طبعا من بورتغال زيزو خالب بطيب من التركيا ب30 مليون جنيه محمد العاصي هو اللي عمل الصفقة إجمالي الصفقات بالنسبة للزمالك 109 مليون جنيه و210 ألف طيب نروح للنادي الأهلي في نفس الموسم صرف إيه النادي الأهلي النادي الأهلي كلبالي جي من مازمبي طبعا تفكرين كارترون هو اللي جابه جابه من غير وسيط من غير يعني وكيل أحمد علاء أخو محمود علاء على فكرة من الداخلية ب3 مليون جنيه اللي عمل الصفقة تامر النحاس حسين الشحات العين الإماراتي بتسعة وتمانين مليون جنيه مفيش وكيل دخل في الصفقة جيرالدو أول أغسطس الأنجولي ب14 مليون جنيه 320 مش عارفين مين اللي عمل الصفقة بتاعت جيرالدو معرفنا شنا وصل مين اللي عمل الصفقة رمضان صبحي من هادسفيلد ب18 مليون جنيه و600 نادر شوقي طبعا كان أعارة لو تفتكروا محمد محمود ودي دجلة 25 مليون جنيه نادر شوقي حمدي فتحي أمبي واحدة برضو من الصفقات الجيدة جدا 30 مليون جنيه عمر بسيوني عمر بسيوني عمر بسيوني دلوقتي بقى يعني برضو مسؤول مدير التسويق في بيرامدز وياسر إبراهيم من سموحها ب12 مليون جنيه اللي عمل الصفقة أنور شلوفة لاعب نادي الألمونيوم السابق وطبعا واحد من الوكلاء اللي عبين اللي شغالين كويس كويس جدا أنا شايف أنها تفاصيل مهمة حضراتكم لازم تعرفوها مين الوكلاء الإجمالي بتاع الأهلي في موسم 2018 2019 202 مليون جنيه وربق ونص يعني وربق ومئة وعشرين خلي بالكوا دي الأرقام الحقيقية بتاعت الصفقات يعني تعريبا الأهلي في الانتقالات خلي بالكوا عقود اللعيبة بقى هتلاقوها رايبة من بعض مش في رؤية كبيرة كبيرة قوي لكن لو جيتوا ضفتوا صفقة بتاعت فرجاني ساسي مثلا اللي مش بحسوبة هنا لأن هنا كان في يعني المسشار تركي قال الشيخ كان مدعم في الحتة دي برضو هتلاقو ايه ان آه آه بس المسشار تركي قال الشيخ يعني كان دافع حاجة للمصر طبعا ما نعرفش القيمة كان بصراحة ولا العقل كان ايه ولكن الأهلي صرف 200 و 2 على الورق الأهلي صرف 200 و 2 ألف والزمالك 109 22 و 2 مليون آسف والزمالك 109 مليون ده موسم 2018 2019 تعالوا نشوف في الموسم ده الزمالك كسب ايه والأهلي كسب ايه ايه رأيكم ايه رأيكم ايه استاذ ياسم خلي بالكم الكلام ده يعني الزمالك في موسم 2018 2019 19 كسب كاس مصر بطل كاس مصر بطل كونفدرالية وكاس السوبر المصري السعودي ده اللي الزمالك كسب بعد ما صرف على الانتقالات كان 109 مليون جنيه في 2018 2019 الاهلي كسب ايه في موسم 2018 2019 كسب الدور المصري الاهلي كان بطل الدور المصري في 2018 2019 بعد ما صرف على الانتقالات الزمالك صرف ده بدون وسيط كريم بامبو عبدالشافي وكيله ربنا دايما كريم بامبو 2019 من الاسماعيلي free agent الاجنك بتاعه كان انوار شلوفة اسلام جابر من المقصة ب12 مليون واقل فؤاد امام عشور واحدة من الصبقات برضو العظيمة اللي الزمالك يعتبر كسب فيها فلوس كويسة جدا تخيلوا الزمالك جاب امام عشور ب12 مليون جنيه وباعه ب3 مليون دولار يعني في 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 علم الكورة الزمالك خد المكسيمم من امام عشور جاب العيب صغير طوره اشتغل معاه كويس طياره صفقة عظيمة لل لزمالك امام امام عشور كان الوكيل احمد يحيى اشف بن شرقي واحد من افضل اللعيبة الاجانب اللي جون في تاريخ الزمالك العيب كبير العيب كبير اوي بن شرقي جيمل الهلال السعودي ب8 مليون جنيه مصري كان كريم البلق كان هو الوكيل طبعا ومازال الوكيل بتاعه محمد قنجم اللي شفناه كلنا في مطش بيلعب مع الوداد في المباراة الأخيرة أمام سانداونز ب30 مليون جنيه كريم البلق برضو كان وكيل اللعيبة وسبحمد صبحي من بيترو جيت ب8 مليون جنيه وأحمد يحييه هو اللي كان داخل فيه الصفقة الإجمالي اللي صرفه الزمالك في 2019 2020 120 مليون جنيه مصري بلس مليون و 900 ألف دولار يعني حوالي 2 مليون دولار الأهلي في نفس الموسم جاب أفشة من بيرامدس ب15 مليون الوسيط عبد الرحمن ديانج من الاتحاد العاصمة الجزائري ب22 مليون وبرضو ديانج اعتبر صفقة عظيمة لأن ديانج واحد من التجارب النكحة جدا في الأهلي لأن أنا بقول لكم لو الأهلي النهاردة عايز يطير ديانج فهي حتة مش أقل مش أقل بأي حل من الأحوال من 5-6 مليون دولار فبتتكلم في مكسب كبير جدا ولعيب لعيب عندك وكسبك بطولات هي دي الصفقات النكحة هي دي النماذج اللي لازم نشاور عليها رمضان صبحي إعارة تاني 32 مليون نادر شوقي طبعا كان وكيل رمضان ساعاتها محمود متولي الإسماعيلي ب15 مليون ما عرفش مين الوكيل كهرباء بس محمود متولي عتقد تامر النحاس لأن أنا فكر كويس جدا أن تامر النحاس كان وكيل محمود متولي وكان وكيل محمد فتحي كهرباء من البرتغال الوكيل بتاعه أحمد يحيا الصفقة طبعا اللي عملت ضجة كبيرة جدا ولغاية دلوقتي يعني عملة ضجة كبيرة جدا بجي من رابط فيينا بـ 34 مليون جنيه مصري 860 ألف يحيا علي هو كان الوكيل اللي كان موجود في الصفقة وأكيد الصفقة بتعبتش دي واحدة من أسوأ الصفقات اللي عملها الأهلي في المواسم الأخيرة زي ما في الزمالك واحدة من أسوأ الصفقات اللي عملها الزمالك صفقة بو طيب منيجي لعب 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 بس ما أقنعش والزمالك ما أكسبش منه وما أعتقدش إن الزمالك كسب منه فلوس يعني طبعا الأهلي حاول فدي كل صفقة ممكن إن هي تفشل فنيا والزمالك بيحاول إن هو يطلع بأكبر مكاسب أو يطلع بأقل الخسائر من الصفقة زي ما حصل مع باجي تمت آرطور الدرجة التانية في فرنسا الإجمالي آه بتاع الزمالك الإجمالي بتاع الأهلي 119 مليون جنيه بلس 5 مليون دولار و 340 ألف في موسم تعالوا نشوف الأهلي كسب إيه والزمالك كسب إيه في موسم 2019 2020 الزمالك كسب السوبر المصري و كسب السوبر الأفريقي في 2019 2020 الأهلي في نفس الموسم كسب الدوري المصري و كسب السوبر المصري لو تفتكروا كان في نفس السنة دي بس كانت النسخة بتاعت 2018 2019 اتلعبت باللعيبة الجداد و كسب دوري أبطال أفريقيا فيعتبر موسم ناجح جدا جدا للنادي الأهلي و للناديين الحقيقة والزمالك يعني كسب الكسب مصر و كسب السوبر الأفريقي السوبر المصري آسف تعالوا نروح للموسم اللي بعدين اللي هو 2021 2021 2021 ده بقى اللي حصل فيه التركاية الزمالك طبعا ما صرفش فلوس الا الاعراء الاعراء بتاعت سيف الجزيري اللي هي تمانية مليون جنيه من المأولين و مروان حمدي من المقصة ب12 مليون كان مهند عون مع حمز المسلوس طبعا كان سايب مرعي في صفقة سيف الجزيري و احمد يحيى كان في الصفقة بتاعت مروان حمدي الزمالك صرف 20 مليون جنيه و في نفس الموسم الاعلي جاب بدر بنون من الرجاء المغربي بواعده 30 مليون كريم البلق ان شاء الله كريم يعني شغال اهلي هتلاقوا عن الناس كلها شغالها زمالك و اهلي و اهلي و زمالك احمد رمضان بيكهم ده صح ودي دجلة 12 مليون احمد يحيى طاهر محمد طاهر من المأولين ب20 مليون و 30 مليون 30 مليون ولا 20 مليون 20 مليون وولتر بوليا واحدة من الصفقات اللي فشلت في النادي الاهلي ب 31 مليون جنيه و 400 اجمال الموسم الزمالك صرف 20 مليون جنيه في 2021 الاهلي صرف 95 مليون جنيه 140 ألف وصرف 4 مليون دولار ارقام كبيرة جدا الاهلي صرفها في الموسم ده وانتو فاكرين الزمالك كان عنده بقى مشاكل في القيد وبتاع فا معرفش ان هو يجيب لعيبة طب تعالوا نشوف الاهلي كسب ايه والزمالك كسب ايه نبدأ بالزمالك الزمالك في الموسم ده بطل الدوري ب20 مليون جنيه فقط صرف 20 مليون جنيه وبطل الدوري موسم يعتبر ناجح بالنسبة للزمالك تعالوا شوف الاهلي كسب ايه الاهلي كسب كسب مصر ودوري أبطال افريقيا والسوبر الافريقي فيعتبر موسم ناجح جدا بالنسبة للنادي 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 الاهلي انا بسرد لحضراتكم الارقام والحقائق اه مشبحكم على حد انا سايب لحضراتكم التقييم الفلتين بيكسبوا بطولات فلتين بيكسبوا بطولات ده سنة بيكسب كزا ده سنة بيكسب كزا وفلتين بيصرفوا فلوس فلوس كتير بيصرفوا فلوس يعني في الانتقالات تسمح لهم ان هم يفوزوا ببطولات عشان كده الجمهور لما بيلاقي فرقة بتقع في سنة بيزعل وليه حق يزعل ليه حق يزعل أيا كان في الأهلي أو في الزمالك ليه حق يزعل أول حاجة مش عشان الفلوس اللي بتتصرف بس بسبب عقلية الناديين عقلية الناديين إن الناديين ما يعرفوش إلا إنه أي filho بيخش بيخشها إنهو بيحاول إنهو ينفس عليها عشان يكسبها ده اللي احنا تربانا عليه في نادي الزمالك وده اللي ولاد النادي الأهلي يتربوا عليه في نادي الأهلي منهم اما عيال صغيرة ان هو بيخش اي بطولة ان هو لازم يكسبها بيحارب ان هو يكسبها احنا كمان من وحنا عندنا تسع سنين تعلمنا وتربينا ان احنا اي بطولة لازم نحارب ان احنا نكسبها وهو ده او هي دي عظمة الزمالك والاهلي ان الاتنين كل سنة بينفسوا على كل البطولات اللي بيشاركوا فيها في مواسم بتبقى نكحة للاهلي وفي مواسم بتبقى نكحة للزمالك والعكس والعكس صحيح ولكن المنافسة دائما موجودة ما بين الناديين نقل نروح للموسم اللي بعدين ده اللي هو الموسم بقى اللي الزمالك ما ايه معرفش يجيب حاجة اللي هو كان عنده الدنيا وقفة خالص ومعرفش ايه دلعيبة شابهنا بخمسة مليون جنيه من اسوان كانوا هو الوسيط سيف الجزيري اتفعل بقى بند الشراء من المقولين ب12 مليون جنيه طبعا سايب مرعي يبقى الزمالك صرف 17 مليون وفي الموسم ده الاهلي جاب بيرسي تاو من برايتون ب33 مليون مرات موسماني كانت هي الوكيلة ميكي سوني من سنبا التنزاني ب14 مليون مرات موسماني كانت هي الوكيلة كريم فؤاد من النجوم ب15 مليون عبد الرحمن عبد الرحمن اسماعيل حسام حسن من سموحة 17 مليون انور شلوفة واحمد يحيا كان هما الاتنين مشتركين في الصفقة ومصطفى البدري من الانتاج الحربي احد الصفقات طبعا لم نكهتش في النادي للاهلي 7 مليون جنيه احمد يحيا وكيل الصفقة الزمالك صرف 17 مليون الاهلي صرف 86 مليون جنيه بلاس 3 مليون دولار 0.25 و25 ألف دولار تعالوا نشوف الزمالك كسب ايه في الموسم ده الزمالك كسب الدوري بطل الدوري وكاس مصر اللي هي النسخة بتاعت 20 21 اللي هي السنة اللي قابليها بس تكسبها باللعيبة باللعيبة دي اللي بتتحسب لهم الاهلي كسب ايه الاهلي كسب كاس السوبر الافريقي في الموسم يعني صرف فيه الرقام اللي أنا كنت قلت لحضراتكو عليها فالموسم ده اكيد ما اعتبرش موسم ناجح بالنسبة للنادي الاهلي بعد كده موسم 22 23 مش قادر بقى قراركو كل حاجة بس حضراتكو خصوا اقيروا القصة الزمالك صرف 155 مليون جنيه والاهلي صرف 145 مليون جنيه ليه الزمالك صرف الارقام دي لان الزمالك كان جراجع من اقاف قيد فكان لازم ان هو يدعم دعم بقى صح غلط الحكم ليه حضراتكو وامام حضراتكو كل الارقام كل الارقام عمر جابر الزناري وصطفى شلب السيسي دونجا يوسف حسن ابراهيمانداي سامسون زكريل وردي احمد بالحاج ناصر منسي هو ارقام امام حضراتكو والاهلي برونو سافيو شادي حسين ميسي قندوسي الضو محمد الضو مروان عطية خارد عبد الفتاح كريم الدبيس كل دي بقى الشروة بتاعة تودي دجلة كريم الدبيس عبد الرحمن الرشدان محمد احمد كباكة يسين عاطف عبد الرحمن مانو حسن مصطفى كل دول ودي دجلة يعني الاهلي اشترى من دجلة لعيبة ست لعيبة تمانية مليون خمسة مليون تلاتة ونص تلاتة ونص كم ده مليون مليون ومليون لعيبة طبعا ناشئين كلهم تمر النحاس سبع لعيبة كلهم تمر النحاس اجمالي الزمالك باية خمسة وخمسين مليون زي ما قلت حضراتكو والاهلي مية خمسة واربعين مليون تعاو نشوف الزمالك كسب ايه في اتنين وعشرين تلاتة وعشرين والاهلي كسب ايه الزمالك مكسبش حاجة خالص موسم سيء جدا بالنسبة لنادي الزمالك والاهلي كسب كاس السوفر المصري اللي هي النسخة بقى اللي قابليها وكاس مصر النسخة اللي قابليها وحتى الآن هو متصدر الدوري للمصري والاهلي هيكسب الدوري لو اللي نقول لنا عمري يعني ان شاء الله وتأهل لنهاية دوري ابطال افريقيا وان شاء الله الاهلي يكسب بطولة بطولة افريقيا هنا يعني قولنا لحضراتكو يعني فالآخر عايز اقول له حضراتكو اجمالي الانفق في آخر 5 سنوات ما بين الزمالك والاهلي الفريتين الفريتين فازوا ببطولات ولحضراتكو لكم التقييم يعني مين مين الانجح ولكن في آخر 5 سنين اقول لحضراتكو الزمالك صرف كام والاهلي صرف كام يلا شباب الزمالك صرف 455 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين في آخر خمس مواسم والأهلي في آخر خمس مواسم صرف 905 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين الأرقام اللي أنا جيبها لحضراتكو دي محدش ينفع يقاوح فيها لأن أنا جيبها من المصادر الرئيسية وخدت مننا شغل كتير جدا وتعبنا فيها جدا عشان نطلع لحضراتكو الأرقام دي لين نحققكم أن انت تعرفوا الأرقام اللي بتتصرف وإيه اللي بتتصرف وهنا أنا مش بلوم على حد ولا بقول أي حاجة ولكن دوري كأعلامي ودورنا في البرنامج أن احنا نشتغل علشان نوضح لحضراتكو حقائق مفيش أي برنامج رياضي تاني هيقولها لكم الزمالك في الخمس مواسم خد 8 بطولات في كرة القدم أمام حضراتكو ده التوتل بتاع البطولات اللي الزمالك خدها والأهلي في آخر خمس مواسم فاز بـ 11 بطولة وحتى الأمام تصدر الدوري وتأهل النهائي فعنده فرصة أنه يفوز ببطولتين ببطولتين كمان إن شاء الله يعني هنشوف إيه اللي هيحصل في البطولتين البطولتين دول ولكن كان مهم جداً أن أنا أسرد لحضراتكو ما حدث في آخر خمس مواسم للناديين وما أنفق الناديين خلال آخر خمس مواسم والمنافسة الدائمة الأبدية ما بين الزمالك والأهلي ترجمة نانسي قنقر